يمر عدوان ثلاثي ويأتي عنوان أمض وأمر وأفضع وأشنع عدوان 67 نكست يونيو القناة من 57 لما أعيدت مرة أخرى للملاحة في إبريل 57 لغاية يوم 5 يونيو الصبح مشروعات من جمال عبد الناصر من مصر لتوسعة القناة وللحصول على أكبر قدر ممكن من التطور لهذا المجرى الملاحي خصوصا أنه هذه السبع سنوات أو الفترة اللي هي من 57 ل67 عشر سنوات هي الفترة الوحيدة التي كانت لحظتها فترة المصريين إرادة كاملة وإدارة كاملة للمصريين حلم ما تريد أن تفعله في قناتك منذ 1854 ها هو الآن بين يديك شاكتك عن كل القدرات المصرية مركزة موجهة على أن القناة تفضل هذه القناة المصرية حقا وصدقا ويقينا وكان محمود يونس وكل مجموعات القناة العظيمة بتشتغل خد بالك لما محمود يونس يقول أنه لما يحصل الانسحاب المرشدين فيعمل إيه؟ يعمل إعلانات في الصحف ويقدم للمصريين فرص عمل لبناء مستقبل قناتهم ويبقى الحق المرشدين بخدمة القناة وتدريبهم عن عملية الإرشاد مهمة رئيسية أساسية ولما يبقى 68 مرشد منهم 53 مصري و6 يونانيين و3 ألمان و2 هولنديين ومرشد واحد من كل من إيطاليا وأسبانيا والسويد ييجوا بعد الانسحاب المرشدين الأجانب ويشتغلوا تحت قيادة محمود يونس وتبقى قناة بالمبنى التاريخي بتاعها وبالمعنى التاريخي بتاعها لكن ييجي 67 وتعطل القناة مرة أخرى بعد هزيمة مصرية ونكسة مصرية ضخمة وكبيرة وكارثية طالت هذا الوطن لكن من يوم 19 يونيو القناة بتقفل ومرة أخرى تستلم منه هذا المجرى الملاحي اللي المصريين حفروا بأيديهم وبدموهم يستلم منه مرة أخرى مش بس كده بقى من 19 يونيو المصريين بيقراروا إحنا عن حارب وبيرفضوا تنحي جمال عبد الناصر ويبقى ملحمة نضال عظيمة أخرى على ضفاف القناة المصريين في فترة حرب الاستنزاف شعب بقناة السويس شعب بمدن القناة في الإسماعيلية والسويس والبرسعيد يحصلوا عملية تهجير آلاف المصريين اللي حفروا هذه القناة ها هم أبنائهم وأحفدهم يهجروا من هذه الأرض الطيبة الطاهرة النبيلة الباسلة بعد عدوان 67 والحالة الإسرائيلية من الاحتلال والعدوان على هذه المدن فضلاً عن أنها أصبحت أرضاً للمقاومة بالنسبة للمصر بالنسبة لمواجهة الاحتلال فيحصل التهجير ما بعد 67 بيتساب البيوت تتساب المصانع الشركات المدارس مدن القناة تهجر شعب القناة يعد في مدارس حكومية في مدارس كبيوت وخيم ويروحوا في كل بقاع مصر تستقبل أبناء شعب القناة إلى هذا الحد التضحيات إلى هذا القدر من الألم إلى هذا الحد من الأسى وصاد عشرات الآلاف جلنا اللي في الخمسينيات من عمره شاف زملائه وهم جايين أطفالاً وصبية من بلدهم في السويس والإسماعيلية وبرسعيد يتعلموا ويعيشوا في خارج بلدهم مدنهم بيوتهم شوارعهم مدارسهم ذكرياتهم قصصهم تاريخهم مضيهم أيوة شعب باسل بمعنى الحقيقي للكلمة فده ألم جرى على شعب القناة بعدما فتحت القناة أو حفرت القناة فجاءها شعب مصري يسكن فيها وعلى ضفافها يحفرها ويسكن حولها ويعيش بينها هو هذا الشعب نفسه الذي يطارد ويهاجر بعد الحرب سبعة وستين كمان الإسرائيليين بنوا خط برليف وبنوا الساتر الترابي وجعلوا من الضفة الشرقية للقناة ضفة من المستحيل نظريا مش مصريا اقتحمها وعبرها ثم الإسرائيليين كذلك هم اللي لغموا في المجرى الملاحي هم الإسرائيليين كمان بقى اللي شافه إبراهيم الرفاعي إبراهيم الرفاعي اللي هو راية ورمز المقاومة المصرية الحقيقية العظيمة ما بعد سبعة وستين من الأيام التالية لسبعة وستين إذا كان فيه أبطال عظام قادة زعمين أمرياض بيخوض المعركة على الجبهة استعادة سينة واستعادة القناة إذا كان هذه القيادات العسكرية الكبيرة كمان كان فيه في مدن القناة أبطال شجعان بواس العظام فضلوا موجودين على هذه الأرض مقاومة للعدوان ومقاومة للاحتلال ومساعدة للجيش المصري وسلد للمقاومة المصرية العظيمة اللي كانت بعنوان كبير وراها عظيمة اسمها إبراهيم الرفاعي إبراهيم الرفاعي القائد مجموعة التسعة وتلاتين إذا كان الإسرائيليين رموا حطام السفن والسفن الشاطعة الشاطحة أو الغارقة في قناة السويس إذا كان هذا الممر الملاحي القناة دي كانت مهجورة وكانت خريبة وكانت معطلة وكانت تحتوي على الغمها وعلى خرائبها داخل أرضها داخل مياهها وكان المشهد ده كئيب طاغي في كعبته مصر التي استردت القناة هي قد والآن وقفة معطلة مشلولة عن أي حياة لهذا بأجل هذا الاحتلال الغاشم الإسرائيلي إلا أنه في ظل هذا المشهد في أبطال مصريين في القناة نفسه مدنيين مصريين وجيش مصري يقاو منهم إبراهيم الرفاعي إذا كان ممنوع علينا القناة لكن احنا عبرناها أكثر من مرة خلف صفوف العدو بإبراهيم الرفاعي والأبطال معافة 39 والسعق المصري والعظام اللي شاركوا فيه عمليات كبرى ومهمة للغاية خلف صفوف العدو كنا بنعبر القناة لم تكن القناة أبدا إلا مياها دافئة حنونة محبة لكل جسد مناضل مصر هو بيعوم فيها وبيعبرها عشان يصل إلى عدوه على الخطوط خلف صفوف العدو جيش إسرائيل عامل حائط برليف عامل خط ترابي ساتر ترابي لكن جيش مصر أبطاله بيعبروا القناة كل يوم بيعملوا عملياتهم وكل يوم بينتظروا اللحظة لحظة عبور هذه القناة مرة أخرى عبور هذه القناة بالبطولة المصرية للنصر المصري حفرناها وعبرناها شكراً للمشاهدة